أربعة وسبعون عاما استغرقت مهجري التنطورة كي يعرفوا أن ذويهم دفنوا تحت موقف السيارات هذا أخفتهم إسرائيل عند النكبة وكشفت عن ذلك صحف إسرائيلية هذا الكشف هو واحد من عشرات وردت في الصحف الإسرائيلية تنبش النكبة وتخرج بما أخفته إسرائيل من وثائق ضمن ما تسمح الرقابة الإسرائيلية بنشره كلها لم تؤدي إلى إعادة التفكير من جديد في المجتمع الإسرائيلي ولا في الأكاديمي الإسرائيلية ظل عدد الباحثين الذين خاضوا غمار هذه المهمة قليل جدا في مكاتبها وجامعاتها تحتفظ إسرائيل بعشرات الوثائق حول النكبة وتمنع نشر عدد كبير خصوصا التي توثق ارتكاب المجازر أو صدور أوامر رسمية من القيادة العسكرية بتنفيذها وحتى بعد تمكن عدد من الباحثين والصحفيين من الوصول إليها عمدت إسرائيل عبر الرقابة المفروضة على الوثائق إلى إخفائها ومنع الباحثين من نشر كثير مما وصلوا إليه هناك معلومات يصلون إليها من خلال أرشيفاتهم ووثائقهم لا نستطيع نحن الوصول إليها يعني أنا حاولت الوصول إلى وثائق معينة في الإشريف الإسرائيلي ولم يسمحوا لي قالوا هذه مغلقة أو لا نعرف عنها إلى آخره ويخضع الكشف عن هذه الجرائم للتجاذبات الإسرائيلية فهذه مجزرة دير ياسين التي أبرزها المقربون من ديفيد بنغوريون أول رئيس وزراء إسرائيلي فقط لأن من ارتكبها هي عصابة الأيتسيل التي يعارضونها أما فلسطينيا فيواجه الباحثون الفلسطينيون صعوبات في الوصول إلى الأرشيف الإسرائيلي للكشف عن المجازر الإسرائيلية والتوجه بها إلى ما هو أبعد من الكشف على أهمية الكشف عن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل إلا أنه يبقى محصورا داخل أوساط تتناقص يوما بعد يوم كما يقول الفلسطينيون والأهم أن إسرائيل الرسمية والشعبية تتجاهل ما يكشف وما قد يبنى عليه أحمد روشي العربي دير ياسين